اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة قلناها مرارا وتكرارا بان ساحات الاعتصام في البصرة وفي العراق على وجه العموم تقدم مواصفات لمرشح ونرفض ان يكون المرشح من الكتل ومن الاحزاب التي جاءت به من دهاليس مظلمة وباتفاقات مظلمة ايضا نحن نكرر باننا نطالب بان يكون المرشح او رئيس الوزراء هو غير جدلي وان يكون مطبول من الشعب وان يكون مرفوض من الاحزاب الفاسدة التي تحاول ان تفرض اسماء علينا من هنا وهناك ان هذه الثورة التي ضحت بهذه الدماء والشهداء والاعداد المتزايدة من الناس ومن الشباب الذين ذاهبوا من اجل صوت الحق لا يمكن ان تسكت بهكذا مرشح ولا يمكن ان تسوق المظاهرات وتذهب سدى من خلال انتخاب هكذا شخصية لربما معروفة في الحكومات السابقة ولربما هي لا تنارض الشعب وليست المتفق عليها الثورة الحد الآن ما تحققت مطالبها وما يستطيع اي شخص ان ينهيها الشعب هو الذي بدأ بهذه الثورة وهو الوحيد الذي يستطيع ان انهاء هذه الثورة ولكن انهاء هذه الثورة يتوقف على عامل مهم وهو تحقيق المطالب اليوم رئيس الوزراء حتى وان كان انتخبه شخص يعني حسب مواصفات الشعب رئيس الوزراء عمرها ما كانت هي هي الغاية القسوة للشعب احنا اليوم نطالب باصلاحات كبيرة تشمل قانون الانتخابات تشمل الانتخابات المبكرة اما قضية اختيار رئيس الوزراء فعلى الرغم نحن لا نتفق بشخصية علاوي ولكن رئيس الوزراء ليست هي الغاية التي خرج منها الشعب الشعب لا يريد الفوضى الشعب يريد اسقاط الاحزاب الفاسدة نحن اليوم لا نربط الاحزاب الفاسدة والكتل الفاسدة التي نهبت العراق منذ سنوات عديدة اكبر خطر اليوم حسب رأي ورأي رابطة مهندسي البصرة يهدد الثورة هو من يدعون الاصلاح هم الذين يحاولون يركبوا موجة الثورة اخوان هذه الثورة انطلقت من الشعب وستبقى للشعب من ريد اي واحد يتدخل بيها وهو الى ايد بالسياسة انت اليك ايد بالسياسة حاول ان تعدل نفسك قبل ان تحاول ان تعدل الاخرين اخوان هذه المظاهرات انطلقت من الشعب وهذه المظاهرات قيادتها من الشعب والشعب يقدم اسماء ويقدم مواصفات وعلى الحكومة ان تنفذ طلبات ورغبات الشعب حتى تخرج من هذه الازمة طبعا التدخلات الخارجية التي ابتلى بها العراق ان شاء الله نرد عليها بهذه الاصوات التي بحت منذ تشرين الى هذا اليوم وهي تخرج في كل يوم اصوات شبابية حرة تنادي بالوطن ونحن ننادي بان هذا العراق هو الواحد وهو الجزء الذي لا يتجزأ ولا نقبل باي تدخل خارجي او اي تدخل اقليمي او اي تدخل في ظروف العراق ابناء العراق هم من يحددوا مصير العراق هناك الكثير من الحلول وهناك الكثير من الوسالة التي استخدمها التصعيد السلمي هو افضل الحلول اشتركوا في القناة ساحة الاعتصام ترفض محمد ط الوعق علاوه وذلك لانه غير منتخب من قبل ومتظاهرين إنما نريد أن يكون الرئيس الوزراء من قبل المتظاهرين وموفق عليه من جميع المحافظات ومحتصم من جميع المحافظات أضافة نحن كمهندسين نطلع مسيرة كل يوم جمعة واليوم مسيرتها لتحقيق المطالب لأنها تسوفت لكثير من الوقت نحن نطالب أن يكون العراق مستقل ونمنع التدخلات الخارجية من أي إمكان الثورة لن تسكت أبداً لحد ما تحقق المطالب الشعب بسم الله الرحمن الرحيم حقيقة ساحة اعتصام البصرة وبقية الساحة ترفض ترشيح محمد توفيق علاوي لمنصب رئاسة الوزراء لأنه ليس مرشح من الساحة وليس لديه مقبولة من الساحة نرفض قاطع تدخل الدول الخارجية والدول الجوار بالشأن العراقي لأن الشباب هم من قاموا بالثورة وخرجوا من أجل نيل الحقوق المسلوبة من الحكومات الفاسدة التي تعاقبت على حكومة العراق قرارات اللي خلوها تخدم البرلمانيين والسياسيين وهي ضد المواطن العراقي فالشعب اليوم وباتروا حقبة إلى الموت الشعب يريد إسقاط الحقبة أو الحكومة الفاسدة اللي دمرت العراق ووصلت لهاي المرحلة هناك عدة مطالب تحقق منها استقالة رئيس الوزراء وللعلم رئيس الوزراء لحد الآن باقي عدل عبد المهدي لحد الآن باقي مستقيل وحكومة إجت حكومة علاوي اللي هي مرفوضة من قبل ساعات تظهر والله هي الخطر اللي جاي يهدد الثورة بث المندسين بين صفوف المتظهرين للسلميين هذا أكبر خطر حقيقي على الثورة ثورة السلمية وشباب باعي وشباب مثقف هاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا يا حدر زوية يا ابن المطيئ يا حدر زوية يا ابن المطيئ أنا باقي للترام قاف العرقضية قاف العرقضية حزب الدعوة كافي تصعد على استاذي حزب الدعوة كافي بسم الله الرحمن الرحيم طبعا شاحات التظاهر ترفض رفضا قاطعا المرشح محمد توفيق علاوي لأنه مرشح جدلي وخرج من رحم الأحزاب الفاسدة محمد توفيق علاوي سبق وأن شغل منصب وزير الاتصالات وشغل منصب في البرلمان لدورتين ماذا قدم محمد توفيق علاوي للشعب العراقي ماذا قدم الشارع العراقي يسأل ماذا قدم إذن هو مرشح جدلي ما يطلبه الشارع العراقي مرشح غير جدلي يخرج من رحم رحم الشارع العراقي الفقير من رحم هؤلاء الجماهير التي خرجت من رحم المواطن الفقير لكي يكون ولائه للمواطن الفقير وليس لأحزاب ولدول الجوار فلذلك طبعا نبذة مختصرة عن محمد توفيق علاوي ورضه من قبل الشارع العراقي طبعا كثير أو جميع الأحزاب تحاول في شتى الأساليب أن مو تشتت ولكن تقمع هذه التجمعات وهذه المسيرات والاحتصامات ولكننا نبقى صامدون لحين تحقيق ما يصبوا إلى الشارع العراقي تغيير النظام بصورة عامة لأن هذا النظام مثل ما نوه السابقا خرجه يخرج من رحم الأحزاب ومن رحم دول الجوار والدول العظمى فلذلك يكون ولائه لدول الجوار وليس للمواطن الفقير فلذلك الشارع العراقي يرفض هذه الأحزاب ويرفض القمع جملة وتفصيلا ونبقى صامدون في تظاهراتنا ونبقى سلميين وننتصر عليهم بسلميتنا والله ولي التوفير كل ما دمر العراق هي التدخلات الخارجية وخاصة التدخلات دول الجوار والدول الإقليمية وحدى الدول أمريكية وغيرها لأنها تدخل سافر وواضح بالشؤون العراقية فلذلك احنا خرجنا لوقف هذه التدخلات لكي يرجع العراق إلى أهله الأصليين الأصلاء العراقيين حتى يكون ولائهم للعراق وليس لدول الجوار والدول العظمى كل ما كل أكبر خطر يهدد ساحات التظاهر وساحات الاعتصام هم الأحزاب وخاصة الأحزاب اللي يكون ولائها لدول الجوار فلذلك مثل ما ادلاحظتوا تارتين يحرقون الخيام وتارتين يقمعون بالرصاص الحي والغازات المسيلة بالدموع والأصلا هي سامة ومحرمة دوليا وتارتين يعتقلون وتارتين الاختيالات في وضح النهار وأمام الملء وأمام الجميع فلذلك هم بكل الوسائل يحاولون أن يقمعون هذه الثورة ولكننا نبقى صامدون لحين تحقيق ما يصبق إلى الشارع العراقي وإفساد أو أخفاق ما يقوم به الفاسدون لقمع هذه الثورة والمجيء بحكومة حكومة عراقية يحكمها الأصلاء من رحم العراقي الأصيل ومن رحم المواطن الفقير وليس من رحم الأحزاب الفاسدة التي عاطت بالأرض في فاسد طيلة ستعاش عام نعم الشعب يريد إسقاط النظام ونبقى مصرين لحين إسقاط النظام نبقى مصرين وصامدين في ساحات التظاهر ومثل ما جاء تشوف هذه الحشود آلاف الحشود من المتظاهرين والمعتصمين السلميين المرددين بإسقاط النظام ونجيء بحكومة حكومة القاضي وطني تخرج من رحم المواطن العراقي الفقير حتى تحقق ما يصبق له الشارع العراقي من خدمات ومن تعليم ومن ثقافة ومن مستشفيات ومن كل ما يصبق له الشارع العراقي ترجمة نانسي قنقر من خدمات وifter ومتشاه في الشارع العراقي لحصول انه لي د lengه ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 لا زالت نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر